وفق مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب على نتائج تقارير الحزمة 30 كما اطلع على قيام الهيئة بمراجعة أداء مدرسة ثانوية في دولة الكويت الشقيقة عقد مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب اجتماعه الأول للعام 2018 برئاسة سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة اطلع المجلس على قيام هيئة جودة التعليم والتدريب ممثلة في إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية بمراجعة أداء مدرسة ثانوية في دولة الكويت الشقيقة بناء على دعوة من المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربي في بداية فبراير الجاري وذلك استكمالا لمتطلبات دراسة بحثية تجريبية حول تصميم نموذج لإطار مراجعة جودة أداء مدرسي موحد لدول الخليج العربي ضمن برنامج تجويد التعليم والذي يركز على تقييم أداء المدارس نحن في مجلس إدارة نقوم بمراجعة التغارير التي تعدها الإدارة التنفيذية سواء كانت للجامعات أو للمدارس أو أيضا في القطاع الخاص أو أيضا مؤهلات وطنية وبعدها نرفعها إلى اللجنة على التطوير ومن بعدها يتم اعتمادها عن طريق مجلس وزراء الحمد لله اليوم بعد عشر سنوات أعتقد تجربة ناجحة نشوفها في كل جوانبها اليوم الهيئة معترف فيها في جميع الدول تقوم بتقييم في مؤسسات تعليمية في دول أخرى اليوم الكثير من الدول التي تزورنا تشوف تجربتنا ومدى نجاحها نحن أعضاء تقريبا في جميع المؤسسات الدولية فأعتقد هذه الشيء نفتغر فيه طبعا هي العملية عملية جماعية الكل لازم يقوم بدور نحن نقوم بتقييم جهات سواء في القطاع الخاصة أو القطاع العام نقوم بدورها في عملية التطوير بشكل مستمر عشان نعكس ديها كلها على المواطن البحريني اللي هو أهم شيء بالنسبة للبحرين إذا كان مؤهل عند العلم وعند الخبرة الكافية راح يكون مطلوب في جميع الأسواق سواء محلية ودولية ومتى ما كان مطلوب راح يكون معيشة طيبة تليق فيه فالهدف الاستثمار في المواطن البحريني وخلال الاجتماع تمت الموافقة على نتائج تقارير الحزمة الثلاثين التي احتوت على نتائج مراجعة أداء 27 مدرسة حكومية وتسعة عشرة زيارة للمتابعة ونتائج ست مدارس خاصة وزيارة واحدة للمتابعة ومراجعة أداء عشر مؤسسات للتدريب المهني وزيارة للمتابعة ونتائج زيارتين لبرنامجين أكاديميين بالإضافة إلى إدراج مؤسسة تدريب مهني وتسكين ثلاثة مؤهلات وأسنان مؤهلين أجنبيين على الإطار الوطني للمؤهلات على أن يتم رفع القرارات الصادرة عنها إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها اجتماعات التي تقوم بها مجلس إدارة الهيئة طبعا بحسب مرسوم إنشاء الهيئة أربع اجتماعات في العام يتم فيها إقرار نتائج زيارات الهيئة فالتقارير وإحنا طبعا هالمرة بيكون في تقارير المدارس وتقارير للتدريب المهني إضافة إلى تقارير مراجعة للتعليم العالي وكذلك بعض الأمور التي تخص الإطار الوطني للمؤهلات فمجلس الإدارة طبعا يقر هذه التقارير ومن ثم ترفع للمجلس على تطور التعليم والتدريب الذي يعتمدها من قبل مجلس الوزراء المواقرة مثل ما قلت عشر سنوات الآن على الهيئة ولكن أثبتت وجودها على كافة الأصعدة محليا وأقليميا وحتى دوليا وطبعا مثل ما تعرفون قريبا كان في عندنا زيارة لدولة الكويت الشقيقة وكان طبعا بدعوة من المكتب العربي للتربية والبحوث لعمل اختبار لإطار لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون لمراجعات المدارس وطبعا والحمد لله نتائج كانت جدا مريحة مثرة للنفس حيث أن ما وردنا من الأخوة في الكويت الشقيقة يعبر عن فخرهم واعتبارهم لما تم في المجلسة اللي قاموا بزيارتها أعضاء من هيئة جودة التعليم الترجم في مملكة البحرين يذكر أن الدورة الثانية للمراجعة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التي ستبدأها الهيئة في أكتوبر من العام الحالي وذلك بعد تعزيز إدار المراجعة المؤسسية بإحكام ومعايير ملزمة لمؤسسات التعليم العالي ستشهد تحسنا في الآليات والمراجعات خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين